اشتركوا في القناة واحكي لكم برضو قصة جميلة عن الاية دي تحكي قصة جميلة عن قديس يحنى القصير قديس يحنى القصير كان معروف بقدسته في برية شهيت ولدرجة قاله عنه كان الاسخيط كله يتعلق باسبعه وفي مرة كان فيه احد الاباء الشيوخ مشرف على الموت فقديس يحنى القصير حاب ياخد بركة ويزوره ففكر قال انا لو خرجت في النهار والناس شافتني والرهبان شافوني هيتلموا علي وانا احب يعني ايه انكر نفسي واتضع وهرب من الكلام ده فجات له فكرة قال انا اطلع بالليل ومحدش يشوفني اروح ازور ابونا العيان المشرف على الموت اخد بركته لو اقدر اخدمه وارجع وفعلا القديس يحنى خرج بالليل من قليته ولكن حصل شيء غريب بالليل والدنيا ظلمة جم ملايكة حوتوه واناروا ليه الطريق فجمعت المدينة كلها على هذا المنظر العجيب ونال مجدا اكتر مما كان بيريد انه هو يدارى ويستخبى الله اعطاه مجد اكتر من اللي كان بيهرب منه وهكذا علمونا ابقنا كل من يهرب من الكرامة تجري وراءه ومن يسعى اليها تزداري به علشان كده ابقنا يقولولنا ان ازدريت نفسك تجد راحة حيث ما سكنت وقديس مارس حق السورياني يقول احتقر الاكرام تكرم والاباء يعلمونا يقولوا زي ما الشمعة تزوب امام النار النفس تتراخى امام المتح علشان كده الواحد فينا مش مفروض انه يجري وراء المتح من الناس ولكن ينتظر يكون متحه من الله بعضنا يعني وانا معاكو يعني ممكن نتواضع من الخارج يعني بشكلنا من برا بس نتواضع علشان ننال ايه متحه اكتر زي زمان كان يقولولنا الواحد يقول انا اخطيت 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 بس لو حد قاله انت اخطيت تبقى مشكلة كبيرة لكن المفروض ان الواحد فينا يكون بيقولها من قلبه يشعر بان الباقي افضل منه وهو اقل الجميع ويتدارى ويستخب يقولوا الاباء ان احزنك احد في اي امر وشعرت بحزن وغيز فانتبه الى ذاتك واسمت ولا تتفوه بشيء غير لائق الى ان يهدأ قلبك اولا بالصلاة وفقط حينها كلم اخوك بموادة يبقى نتعلم من الاية بتاعت النهار ده وقصة بتاعت القديس يحنى ان الواحد فينا يهتم بكيف يرجى الله ولا يهتم بكيف يرجى الناس يفكر فان ينال متح من الله على اعماله ولا يهم ان يراه الناس فيمجده اعماله العكس الكتاب قال لنا ان اللي يعمل حاجة كويسة يعمل ايه يدارى فلا تعرف شمالك ما تصنع يمينك يبقى كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يرتفع وما تنسوش ان حتى الناس ما بتحبش تتعامل مع انسان ترى فيه انه مرتفع لربنا المجدد امان ابدايا امين